السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل نقزات المهبل من علامات الحمل أم لا نعم تعتبر نقزات المهبل من علامات الحمل الأكثر شيوعا وقد ترافقها الحكة المهبلية كذلك وعادة ما تحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية في الجزم خلال تلك الفترة لذلك أن الشعور بها لا يستدعي القلق وإليكم أسباب نقزات المهبل أثناء الحمل إلى جانب الحمل تتعدد أسباب نقزات فتحة المهبل أثناء هذه الفترة وعلى الرغم من أن هذه النقزات عادة ما لا تستدعي القلق إلا أنها وفي بعض الحالات قد ترجع إلى أسباب أكثر خطورة بما في ذلك الآتي الحمل خارج الرحم يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة خارج الرحم اثنين الإجهاد في بعض الحالات تشير النغازات والتشنجات في المهبل وخاصة في بداية الحمل إلى إمكانية التعرض إلى الإجهاد لكن عادة ما تكون حالة الإجهاد مصاحبة للنزيف تلاتة المسالك البولية تؤدي الإصابة بعدوى أو التهاب في المسالك البولية على سبيل المثال التهاب المسانة إلى الشعور بين زعاد كبير وبنغازات في فتحة المهبل وتعتبر النساء الحوامل عرضة للإصابة بهذه الحالة أكثر من غيرهن من النساء أربعة جفاف المهبل تصاب الكثير من النساء الحوامل بجفاف المهبل نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث في أجسامهن خلال هذه المرحلة خاصة في حال انخفاض نسبة هرمون البروجسترون في الدم وأيضا متلازمة تكيس المبايد تعاني مجموعة كبيرة من النساء حول العالم من متلازمة تكيس المبايد التي تؤدي إلى الشعور بنغازات في فتحة المهبل وبألم في منطقة أسفل البطن وعلى الرغم من أن بعض النساء قد لا يشعرن بأي أعراض إلا أن البعض الآخر قد يشعرن بالغسيان المرافق للقيء والانتفاخ وعدم انتظام الدورة الشهرية في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في أصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمون لك وشارك الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر